السلام عليكم و مرحبا بكم جديد على قناتي و قناتكم اليوم فيديو جديد و بطبيعة الحال و وصفة جديدة هنصيب معكم واحد الكيك رائع جدا بالنكهة الليمون بطبقتين طبقة الجنواز و طبقة الكريمة بالشوكولاتة كيجي رائع جدا سهل اقتصادي و بطبيعة الحال بارد خصوصا في هاد الايام ديال الحرارة ان شاء الله اعجبكم و بطبيعة الحال تجربوه وين الاستحسان ديالكم و تردو علي في التعليق اذا كنت تعرفوا على الطريقة و المقادير ستتبعوا مع الفيديو حتى الاخير كيجي رائع جدا سوف نحتاج 4 ديال البيضات و نحتاج كأس سكر خاشين و نحتاج نصف كأس زيت تحت الكأس الى ربع كأس طبيعي نصف كأس عصير برتقالة و مبشور برتقالة و مبشور برتقالة و كيجي رائع جدا و كيجي رائع جدا و لدى الخمارات و كيجي رائع جدا او ججي رائع جدا في كل واحد من فئة 7 جرام اذا على بركة الله نبدأ و نوجده في الكيك سوف نأخذ واحد الاناء اللي غن خلط فيه الكيك ديالنا وغن ندير فيه هذا البيض كماشتم معي بالنسبة لهنا الكيك تقدروا تديرو هاد العملية كاملة اللي غن ديرنا هاد الابول كاملة ديروها في الخلط الكهربائي يعني ديرو فيه هاد العناصر كاملة وطحنوهم مع بعض وجانسوهم وراك تجي نفس النتيجة اذا سوف نزيد على بيض مبشور برتقالة والملح وكذلك السكر ساندة وغن خلط الكل الملح نسيت مادرتهاش لكم في اللول ولكن دائما كتبقى اساسية في الكيك او ايضا في الحالويات سوف نزيد الياغورت طبيعي وكذلك نصف كأس عصير برتقالة وغن خلط هذه المكوينات كاملة وغن نزيد الياغورت طبيعي ويعني عوضوه بنصف كأس اخر ديال العصير برتقالة وتهورة كي يجي به الكيك زوي سوف نزيد على دوك العناصر الزيت كي يمشتوا معايا نصف كأس زيت وغن خلط الكل مزيان حتى يتجانس وغنزيد عليهم الدقيق زيت الكاس اللول اذا كان نزيد كنضيف بطبيعة الحال الدقيق تدريجيا باش نعبر ونعرف بالضبط شحال غيخصني ديال الدقيق لانا وخاقتكم جوش كيسان اراه اي قدر دقيق ديالكم كي شرب ولا ما كي شرب يعني يقدروا تديروا كتر من هاد الشي اللي درت او الاقل من هاد الشي اللي درت انا ذاك شي علاش كنفضل نوريكم القوام في الخر باش تعرفوش حال اذا انا اضفت نصف الكأس ديال التاني وغن احتى خلطه مع الخاليط وغنزيد نصف الكأس الاخر اللي بقالية اذا في المجموع جوش كيسان اللي حتاجيت من بعد ما خلطت هاداك الدقيق ودخلته في هاداك الخاليط اذا هنه غنزيد دوك جوش الشيعة ديال الخامير الكيماوية وغنغرب لها وغنخلطها مع المكونات وبالتالي كيكون معايا الخاليط يعني الخاليط ديال كيك ديالنا موجود اذا القوام كي مشته كي يجي خفيف البنات باش يجي مع الكيك اللي هو هشيش ويجي خفيف اذا استعملت انا هاد المول لانه مكونات سقمة تحاجة مدهنتوش بالنسبة لكم انتو ما تقدروا اي مول عندكم تدهنوه بالزبدة ولا بالزيت وترشوه بالدقيق وتكبوه فيه الخاليط وفي هاداكنا انا فاش كنخلط الكيك كنت انا سخنط الفرن من الفوق وملتحت على درشة 180 دوكريتسيوش فاش ندخل الكيك انا سخن وغير ملتحت حطي طيب وغنشعل تاني كذلك من الفوق حتى يتحمل لي شوية من الفوق اذا هنا سنوجد الكريمة الكريمة سنحتاج فيها نصف لتر ديال الحالي 3 ملاعق ديال الميزينة 12 مربع ديال شوكولاتة السوداء اي ما يعدي 100 قرام ونحتاج كذلك واحد ساشي ديال الكاكاو وتقدروا تعودوا بالكاكاو ديال العبار تقريبا ملعقة صغيرة احتاج جوج معارق صغر ونحتاج كذلك واحد الملعقة ديال الزبدة وكذلك ثلاثة المعالق ديال سانيدة رح نستمدته لكم هنا المهم سنزيد على ذاك الحاليب الميزينة والكاكاو ونخلط هذه المكوينات مزيان ونزيد عليهم كذلك ثلاثة المعالق ديال سانيدة اي ما يعادي نصف كأس ديال العنبا لان ثلاثة المعالق دائما تساوي نصف كأس ديال العنبا اذا غير خلطت المكوينة مزيان إذا حسيتوا بالكاكاو متجنس معكم حاولوا دوزهم نشي صفايا وعودوا خلطتهم مزيان ودوزهم في الطحار الكهربائي ونرجع لكم الفوق العافية حتى تطيب معي الكريمة بطبيعة الحال الكريمة قلت لكم تكون على نار مهيلة ومع تحريك المستمر وعندما تعرفوا الكريمة تطابت لكي تلعودوا كل فوقاعد ونزلتها معكم وزيت لها الشوكولاتة والزبدة وحصلت على خالي تزوين وكتزاد يعني كي يوليدك الكريمة غامقة كثير من القياس هنا الكيكي ماشتوا معي كي يجيه شيش ارتب بزاف ما نحتاج نهائيا نسقيه وغنكوب عليه نشان الكريمة اللي وجدت وكي ماشتوا معي الكريمة كتجي لامعة رائعة جدا جربوها لانها كتجي ماذاق تحليز ولكيك ديالي كي يشرب هادا كنداء اللي كي يكون يعني في الكريمة وكي يولي ارتب هنا كي ماشتوا معايا دخلتها عفوان دخلتها التلاجة واحد ساعتين ثلاثلت سواع ديال لما قنات تشدد الكريمة في راسها شوية وزوقتها بالبرتقال اللي هات الشكل ليه شكل متلتت وغنقطعها اذا صار حكا جيزوينة سهلة بسيطة سريعة التحضير لا تحتاجوش نهائيا تتبعوا المقادير يعني بالعبار اللي اعطيتكم ما تزيدوا ما تنقصوا كما قلت لكم الا الدقيق هو اللي غات يعني تقدروا تزيدوا فيه شوية ولا تنقصوا ولكن ماشي شي حاجة يعني الفرق ديالي معي القاتل تجوجوش معارق قاعلي غايكون وصار حكا جيزوينة بزاف وبنكهة قوية ديال البرتقال ودرنا فيها المبشور ديال البرتقال ودرنا فيها كذلك عصر ديال البرتقال وحنا عارفين ان شوكولاتة مع البرتقال ركيتو اذا هذه هي النتيجة النهائية غا نحاول ندقها معاكم باش تشوفوا كيكا جي هشيشة بزاف ورائعة ان شاء الله هنتعجبكم وتجربوها وتنال استحسان ديالكم وبطبيعة الحال ما تنسوش الى كدو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس والعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة